بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وأيامكم سعيدة بحلول أيام ولادة علي الأكبر عليه السلام كي لا يقع الطلاق بين الزوجين أبدا عليهما أو على أحدهما أن يفعل هذا الشيء وهو أن يكتب هذه الآية بماء الورد والزعفران والمسك ثم بعد ذلك يجمعه ويضع عليه ماء طاهرا ويشربه الآية ما هي بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فنه لا يقع الطلاق بينهما أبدا بعد شرب هذه أو بعد شرب ماء هذه الآية تقول وكذلك قلت لفلان بمحبته فلانا فإذا كان الزوج هو الذي يريد أن لا يطلق زوجته وهي تطلب الطلاق فيقول وكذلك قلت لفلان بمحبته فلانا وإذا كانت امرأة تقول وكذلك قلت لفلان بمحبتها لفلان فإن الطلاق لا يقع بينهما أبدا جرب ولا تشك مهما كبرت المشاكل مهما كثرت الاختلافات برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام مهما كبرت